احلى ماتش عملته. ماتش فوتشر. بس كان فيه غلطة. ما نعتبر مخسرتش فوتشر. اللي خسرن فوتشر لعيب الناس كلها طلعت عمل الترنت لما انا زعقت وقلت اللاعب ده ما يعودش او الكلام ده لاني ما كانتش مخصص لضربة الجزاء. اه عبد الرحمن عاطف. عبد الرحمن عاطف. اه خلينا اسمه عبد الرحمن عاطف. ماش. لاني بلاش اجورو دي. ماش. اني اجورو حاجة جامدة. لاني في نقطة. انا زعني. انا زعني في حاجة. انا دخلت القوضة. اه. قدام اللي هو عثمان. قلت له البنت ده هيخلص عليكم. ممكن بلانت تروح. اه. ممكن البلانت تروح. بس مش انت المخصص. اه. وانا برضو قلت ما تشوتش البلانتي. طب لما انت واسك او من نفسك. ومية مية. انت نازل في الدقة تمانين. اه. انا كمدرب قبل المباراة. بعمل الحيطة. مكونة من خمس لعيبة. اسف من كريم وميم عبد الرازق. وفلان وفلان وفلان. الاول 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 الاول. اتضربة السبتة تشط من هنا. اتضربة كرركنية من هنا. انت ماسك ف فلان وانت ماسك فلان وانت ماسك فلان. الكرة لعبة متغيرة. انت ما انتش مخصص للموضوع ده. انا مخصص لعيبة داخل الملعب. تلات لعيبة. اول واحد كريم يحيا. نمرة اتنين. احمد عمد. نمرة تلاتة. كان احمد سيد غريب. وكان اتغير. يعني هو اصلا حتى مش في الترتيب. مش في الترتيب خالص. لدرجة وانا على الدكة. البلانت في الدقيقة تمانية. ده ربنا اللي اعطهاني. عشان مجهودي. لان اعملت اماتش كويس جدا. ومدرب. بالاهارة. خرج. اشهاد. بفرقة الداخلية. قال لهم انتو ازاي بتقول عني الفرقة ديا. يعني مش مكونة. فقال كده الكلام ده. مش مكونة فرقة والكلام ده. الفرقة ديا عاملت معش. ومن احلى معش اتعمالنا. فانا افجيه طبعا قلت ايه. وانا كمان على دكة الاحتياطي. عبدالرحمن مايشوتش. عجوره مايشوتش. انو قلت الكلام ده. اخد الكرة. كلام اللي جالي. من اللاعب زملاته لهم عشان خطري أنا أشوط الكورة عشان أفرح أهلي وعشان أفرح كده احنا افساح شعبية انا بكل قالت بأمانة عشان كده الناس كلها انفعالي ما حدش عارف الحقيقة الأهل إيه تاني معلِيش عشان خطري سببولي الكورة طب اللاعبه اللي سابوا الكورة لان كان مسكوا الكورة إياه بسمير سببولي الكورة أنا أشوط الكورة أنا عشان أفرح أهلي كلام ده تقلم اللي انا كنتش في الملعب وانا قلت لأ مسكوا الكورة انا عطيت ظهر للكورة انا طريقتي ما انا لعبت ضربات جزاء كتير في الناد المصري خلت بالك عطيت ظهر للكورة وقلت لهم والله العظيم هيضيعها اقسم بالله العظيم اللي بحكو لك ده واللوع عثمان والدكة اللي حتى كلهم يشهدوا بهذا الكلام ضيع الكورة هو مضيعش الكورة هو ضيع مجهودي والبنت ده السبب في نهير فريق الداخلية في المتشن اللي بعدو حد يقولك اه اه احصل العيب في العالم ده عبلا انت بس انت منتش في ترتيبك اه انت منتش في ترتيبك طب انفعلك عليه في ارض الملعب وانوك لازم تمشي وا 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 اه شفته يعني كنت ان بعض الناس قالوا وانا بصراحة من الناس اللي قلت قلت الكابتن ميمي يعمل فيه اللي هو عايزه فقط اللبس ان شاء الله يعني حصل بس اصد انو مكنش المفودي بقى قدام الناس انش التصويق انا بكلمك بقى امانة زي ما انت عارف السوشال ميديا اه اتخذ الترند بالزبط بكلمك بقى امانة والناس فرحانة غير اللي احنا فيه الناس فرحانة في الحاجات اللي دي انما بتاخد اللقطة اعرف الحياة فين اعرف النهاردة ممكن مستقبل فرقة وانا يروح واحد يتلعب اتقولك ايه ما اي لعب يضيع بلا انت شح ما جريندو مبارح نمر واحد فى مصر عندي وكان خلاف قبل كده انت فاكري وموضوع رجب عمران وقعت ع رجب عمران وراجب عمران وراجب عمران واللعابة الكويسة النهاردة فرقة مع الاتحاد النهاردة جريندو كل ضرب الجزاء بيشوت بس في حاجة مبارح جريندو مبارح نازل فى الدقيقة تمانية وتمانين اه وانت يا عبدالرحمن نازل فى الدقيقة تمانين اه ولعبت عشر دقايق عادي ممكن ضيع اي هدف وثمان دقايق الوقت بدل الضيائق البلانتي بحسبه فى الدقيقة تمانية ونص تخيل البونت ده انا اي حد يشوتش بلانتي طلقه لو انا قلت كريم اللى يشوت البلانتي وضيحها يبقى انا المسؤول صحة ولا غلط صح فانت النهاردة موجود فرقة راح البونت ده اثر لما انا اكون متعادل مع فتصر اه وكسبان امبي الروح المعنوية عند اللاعبين هتبقى عالية جدا وان رايح اقابله المصري وصراميكا وبعدين فى نقطة النهاردة اللى اسكوات بتاع الفرقة معينة اتغلبت متشين وتلاتة معنى صح السؤال التانى طب انت مشت ليه لأ ما انا قبل ما اوصل للنهار دي بس اعاز اخلص جيزي عشان اوصلك مشيت ليه بعد ما خلصتوا البيت اللى حصلة او المنوشات اللى حصلت فارد المرعب بينك وبين اجويرو دي فالبونت ده كنت فى حالة ان البونت ده هيخلص على فريق الداخلية البونت ده هيتعبنا جدا لان البونت ربنا عطاهنى فى ادينا نتيجة مجهودنا لان ده من احلى مباراة انا عملتها فالبونت ده هو انا جماعة هيخلص علينا انت يا ابني انا قلتلك انت تشط اه سكت متكلمش قالوا بقى ايه اقاف ومش تقاف عارف عملت ايه تانى يوم كان عندي مباراة معنادي الشمس تصدق دي؟ لا عيبته ليه؟ لا عيبته لان انا مبحاربش لعيبة الموقف حصل اخد خمسين الف جنيه اخد خمسين الف جنيه اخد خمسين الف جنيه هو اعتصر او قل لك حاجة او وضح لك وجهت نظر ولا فقط احبقه بالنسبة له مع القلم ان اجيبته بعد كده بيومين برضه بحكقولك لان برضه انا من ضمن اللعيبة اتصل بشان ما اتصلش فقومت جايبه قلت له عبد الرحمن خلي بالك انا جيبتك عن اقتناع انا جايبك اعارة من المحلة بتلتمية الف جنيه لعب منتخب بثلتمية الف جنيه المحلة عطيوني بتلتمية الف جنيه اعارة لمدة سنة تمام؟ فيابني انا عاوزك تبقى في المنتخب عاوزك تركز وتبقى كويس وانا هديك انت في المحلة العبت بتاع حوالي سبع مطشاط كلهم اربع في كذا وكذا وكذا ماشي انا يابني مش ضدك انت غلط انا باطلب منك اللي انت تركز وتتمرن وانا مش ضد اي حد وهتبقى موجود معايا لو انا كان في موقف اتعامل مع رجب عمران قاعد شعر في البيت قاعد شعر في البيت لو انا بحب وبقرة من المدربين قرار اللي انت بتقولوا وانت ساعة ما انت منفعل جدا 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 اللي ناس تقول لك مش عارف ايه اه طب حصل الكلام ده في اسموح وانت شفت وكابت رحمة سامية وقع عقاب وخرج اللعب طيب طب الموضوع ايه الموضوع انت مش انت مخصص ضربة الجزاء لو انا قلت واحد ودخل ضيحة ولحد ايه اللحظة عبدالرحمن العاطف ما اللكش ايه حاجه? لا 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 عادي الرجل يشتغل عادي ما قالش الزميله مثلا حققه عليا مثلا لا 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 ما فيشكل كلام ده مع العلمه هو اعرف ان انا كنت ساعدته من اول يوم يعني كان واكيل انا اللي هو اول مرة يبقى ليه وكيل اسم محمد عبدالحماد اللي كان هو بصراحة اول مرة السنة دي جابني وفي الداخلية وكلام ده بصراحة وقف جنبي برضو مشكورا يعني وقفة جامدة ووقف مع نادي الداخلية بصراحة وقفة جامدة فلدرجة ان كان في حتة التغذية يعني كمان ما كناش بنسيب عبد الرحمن بالنسبة لنا في الحتة دي ووكيل العبد الرحمن كان بيكلمني بقول لحقك علي معلش الولى لسه صغير والكلام ده وابتاعه لتنبقى فيش مشاكل بس انا بقولك عادي والبونت ده صدقني زي ما انا بكلمك دلوقت الواحد بقولك ايه ما اي طخل اللي عايب في العالم بداع ضربة جزاء يعني مش انت المخصص ابعد ابعد عشره وغنيله